كلمني عن معرض الكتاب السندي دي كانت أول مرة تشارك فيه؟ لا على الصعيد الرسمي من خلال دعوات أعتقد هذه المرة الثالثة لكن أنا مواضب عن أزور المعرض بشكل سنوي حتى لو لم توجه لدعوة ايه ايه أكتر اللي بيجذبك في معرض القاهرة الدولي الكتاب؟ الناس الناس الإنسان المصري المحب للكتاب والمحب للثقافة والإنسان المصري الذي دائما لم يتخلى عن لحظة البهجة رغم القسوة قسوة الحياة هذا الإنسان يعني أنا على الصعيد الشخصي وأتحدث عن مسألة شخصية يضيف لي كثير من الطاقة الإيجابية يعني حين أنظر إلى أزمتي الخاصة وأرى أزمة هذا الإنسان أقول الحياة لسه خير فبالتالي هذا الاحترام يعني هذا الاحترام الكبير للكتاب والثقافة بالطبع أيضا نتحدث عن ثقافة مصر وحياة مصر الشعبية بكل طبقاتها فهي من أكبر المغريات التي يعني أنا أقول حدونا ملحوظة ما عاربش إذا كنت وافقني فيها ولا لا أنا حضرت يعني عدد مش قليل أبدا من معرض الكتب في العالم العربي وفي الخارج في حاجة بتحصل عندنا في معرض الكتاب يعني المصريين من باب الود والعشرية اللي معروف بها المصريين ممكن تبقى في الجناح وتبقى بتبص على الكتب وانت مش عارف إيه بالزبط هتلاقي واحد معدي جنبك يقولك إيه كتاب ده حلو خده واحد لا يعرفك ولا تعرفه أو يشاري لك إيه ما تجيبش الكتاب ده مش حلو هتلاقي الناس بتعمل العلاقة الودودة دي حتى وكانوا وإن كانوا أغرب أنا ده ما شفتهش في حتة تانية لا أبدا هذا يعني هذا الشيء أنا يعني أنا لاحظته في مصر المسألة المتعلقة ولماذا أنا قلت يعني صار في تطور على قطاع النشر ومسألة الكتب المصري حينما يقرأ كتاب وهذا موجود يعني أيضا في العالم العربي لكن تتميز مصر به يعني بمستوى أكثر إذا قرأ مادة جميلة هو يرشحها للآخر يقول لكن إذا المصري قال هذا الكتاب وحش يا ويلك اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه